في ختام مفاوضات جمعت كبار مسؤولي منطقة الأورو لأزيد من 17 ساعة توصل المجتمعون في بريكسل إلى اتفاق يتضمن خطة مساعدة دولية جديدة لليونان الخطة التي تعد ثالثة في مسلسل الدعم الأوروبي لليونان تم تطويقها بشروط صارمة مما يعني صعوبة الاختيارات الاقتصادية التي ستقبل عليها أثناء غير أن بقاء اليونان في حضن الاتحاد الأوروبي يوضح لوحده قدرة هذا التجمع القاري على الاستمرار في خيار الوحدة اجتزت أوروبا ليلة أمس وصبيحة اليوم اختبارا كبيرا وأعتقد أنه يحق لنا أن نسعد جميعا لأننا حمينا أوروبا من الانقسام ويعود الفضل في ذلك إلى ألمانيا وفرنسا بشكل خاص نجحت اليونان في تملص من مغادرة الاتحاد الأوروبي لكنها ملزمة في الأيام القليلة المقبلة بتغيير النظام الضريبي وتحسين النظام التقاعد حتى تضمن بدء الاتحاد في بحث خطة المساعدة ما يهم بريطانيا هو استقرار منطقة الأورو وأن لا يكون هناك أي تهديد أو شك في هذا الاستقرار وأعتقد أن هذا الاتفاق يعطي فرصة لنجاح هذا الأمر يتعين على اليونان تطبيق إصلاحات تشمل خفض الإنفاق وزيادة الدرائب وإصلاح المعاشات وإقرار البرلمان لحزمة الإنقاذ بأكملها إصلاحات من شأنها أن تبوئ خطاب المعارضة الصدارة في هذه المرحلة وتعيد الاستقطاب إلى الحياة السياسية اليونانية اشتركوا في القناة